بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحما بكم في هذا الجزء العملي لمقرر مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معاكم الدكتور أمير بن محمد القسنطيني نبدأ الآن شرح المسائل المتعلقة بالمحور الرابع والذي بعنوان تورجين ونبدأ بشرح المسألة رقم واحد معطى هنا هذا السيلندر معرض للتورجين بتورك T مجهول وقطر السيلندر وهو Solid Shaft 18 ملي متر المطلوب هو حساب التورك T لما يكون المكسيموم شير سترس يساوي 70 ميجا باسكال وهو الشير سترس الناتج عن هذا التورك السؤال الثاني مطلوب حساب المكسيموم شير سترس لو كان التورك معطى بقيمة 800 نيوتن متر في البداية السؤال الأول معطى المكسيموم شير سترس 70 ميجا باسكال قانون المكسيموم شير سترس وهو T تساوي T تورك ضرب C وهو نص القطر تقسيم J وهو Polar Moment of Inertia نقوم هنا بحساب C يساوي 18 ملي متر يساوي بالمتر 0.018 نسحب T من القانون يساوي J ضرب Tau Maximum تقسيم C الحسابات تعطينا أنه التورك يساوي 641 نيوتن متر أما بالنسبة للسؤال الثاني معطى التورك فنطبق قانون المكسيموم شير سترس Tau Maximum تساوي التورك اللي هو معطى 800 نيوتن متر ضرب C اللي هو نصف القطر تقسيم الجاي اللي هو Polar Moment قانونه يساوي Pi C أس أربعة على اثنين بعد الحسابات نحصل أنه التورك تساوي 87.3 ميجا باسكال